بشائر الخريف فاخضرت الأرض وذرت ضرع لتبدأ مع ذلك رحلة العودة إلى البادية حيث مراتع الصبا والمناظر الخلابة وهكذا اكتضت محطات النقل بالمسافرين الراغبين في قضاء العطل بين الطبيعة ونقائها والبادية ورخائها ومع الزيادة في أعداد المسافرين يعود الحديث من جديد عن ضرورة التقييد بإجراءات السلامة الضرورية نحن وعدين بوسطيلة تابع المقاطعة المضاء والخريف فترة زينة عندنا وفترة نتلاقى فيها الشباب ونعدلوا فيها الرماية ونعدلوا فيها صورتي ونعدلوا فيها في طبيعتنا نحن نقدقى نصيبه عندنا خريف اليومياتنا صورتيات شار تيمرن وشار البلايسة زين المناور وذا هو اللي رافض بيننا وزمن الخريف يزيان عندنا وزيان نمشو شارو ونعدلوا فيه صورتيات زينة كيلما قيل قناتير وتيمرن عند ذو كل بلايسة زينة المناور زينة اللي عندنا نماشي في عطرة الخريفة السنوية وراجلين عند منانا سفر سعيد وياسر من الخير إن شاء الله وراحة عود زينة وما يعني ذلك من الابتعاد عن السرعة المفرطة والحمولة الزائدة؟ لا شك على أن هذا موسم القاطمة يتطلب ياسم من الانتباه وأخذ الحيطة خصوصا من أجل السلامة والسلامة الطرقية ومن أهمها على أن الحد من السرعة المفرطة بالنسبة للسائقين والحد من الحمولة الزائدة اللي هي فوليم نوصف الشفرات على التخفيض في السرعة وتعمل في الطريق لحفروا ذلك ومصوهم على عدم إفراط في أي شيء مثل تخص منه تؤدي المواطن الهلاك ولا شيء يحذروا منه من ناحية كيف المد دائما يخلق وبعض من مناطق قدروا ما في عطفات يحذروا منه من شاء الله بعد ما عندهم مشكلة ما عندهم مشكلة من شاء الله ما عندهم مرتاحين من شاء الله يوصلوا بسلام أهم شيء أهم شيء يوصع لي السائق منين يتعب يوقف أولا الثانية السرعة ما يلطو يتخطى السرعة المحدودة الثالثة اللي الوتاتي قاعد سابقا طلاقتهم الحجم البضاعة اللي هي يرفض من قد وزنها ومن قد فوليمها ومن قدها كذا هذا يلطو نحن نتحكمه فيه سابق يمشيه وهو ما يلطو يقبل أخلاق يسوس من أخلاق حد يسوس هيشاني على أساس أنه يزيد شرش على وتو بالحد المحدود بالنسبة للنقل المحلي عقبت تخطي تجرعات مع شركة النقل زادت خطوطها في نواق شوط وذلك ساهم في النقلين ما قدوا يزيدوا تسعير أردوها الله بصفتهم والتساعير راجعوا بصفتهم عدوا لك التساعير لعدلة الدولة والله يعنى الله يلمش في العجلة الندام وفي التأن السلام مقولة علها هي الأسلم للمسافر خاصة مع تضاعف أعداد المسافرين على كل المحاور الطرقية هذه الأيام تفاديا لحوادث السير وحرصا على أن يصل كل مسافر لوجهته وهو في أمن وأمان تفاديا للمسافرين